تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تباقى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حسير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد لن أصدق الحديث كتاب الله أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمني محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضغط في النار ثم أما بعد فإن العبد المؤمن دوما ينظر إلى ربه عز وجل بقلبه فلا ينشغل بالأسباب عن المسبل ولا ينشغل بالنعم عن المنعم ولا ينشغل بالابتلاءات عن المبتلين هو دوما في حالة شهود وحضور مع الله تبارك وتعالى ولذلك حياته كلها طيبة حياته كلها رضا بالله عز وجل ورضا عن الله عز وجل في أقضيته وأقداره في الرزق في الغنى والفقر في القوة والضعف في الصحة والسقم في التمكين والاستضعاف في العصر واليسر في الشدة والرخاء في الضيق والسعى يعلم أن الله هو المعطي المانع المعز المذل القابض الباصط الخافض الرافع يؤتي الملك من يشاء ينزع ملك من من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير هذا يجعله مطمئن جدا ومتوكل حق التوكل على الله عز وجل ثم يرقى بعد التوكل إلى التفويض إلى الله تبارك وتعالى فالتوكل يكون بالأخذ بالأسباب أما التفويض يكون حين تنقطع الأسباب حين لا يستطيع لا يوجد حيلة ولا يوجد ملجأ ولا يوجد حبل إن قطعت الحبال ولم يبقى إلا حبل الله عز وجل تجده يفوض أمره إلى الله والتفويض لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة على لسان مؤمن آل فرعون حين قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد التوكل يكون بالأخذ بالأسباب أما التفويض يكون حين تنقطع الأسباب تنقطع الحيل تنقطع الحبال تنقطع الملاجئ ولا يكون منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه وهذا الموقف أو هذا الحال يختبر فيه القلب اختبارا حقيقيا أن كثيرا من الناس يثق فقط حين وجود الأسباب لكن حين تنقطع الأسباب يضطرب قلبه ويموج موجا ويمور مورا وهذه هي مراتب النبيين والصديقين المراتب العالية الراقية حين وقف القوم المشركون على شفى الغار الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه لقد انقطعت الأسباب لم يكن ما كانش فيه ولا عنكبوت ولا كان فيه حمام ولا بيض كل هذه روايات ضعيفة بل قد تكون موضوعة وإنما كان موجود آثار الأقدام كمان تحت أقدامهم ما فيش أسباب ماذا سنصنع الآن قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا سينتهي كل شيء لو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أبو بكر رضي الله عنهم انتهى كل شيء بل الخوف كان أعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنهم لما قامت للمسلمين لا هجرة ولا دولة ولا خلافة ولا دولة أموية ولا العباسية ولا ممليك ولا سلاجقة ولا أيوبية ولا عثمانية ولم يعرف العالم هذه الحضارات ولم يعرف العالم هذا النور وقف التاريخ في هذه اللحظة وقف التاريخ وكأنه واضع يده في أسنانهم هلعا في هذه اللحظة لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا هذا لو كان نظرهم بأيديهم وأبصارهم بأيديهم الأمر أكبر من الجميع من يستطيع أن يحجب نور الشمس بيده لا أحد الشمس نجم هائل يكبر الأرض بمليون وثمانمائة ألف مرة أي أن الشمس قد يبتلع مليون وثمانمائة ألف كوكب مثل الأرض ولا أحد يستطيع أن يحجب نوره لأنه نجم هائل وهذا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فكيف من يريدون أن يحجب نور الله ودين الله خففيش الظلام بسم العولمة والتمدن والتحضر يريدون أن يشور الكفر والعهر والفجور والفواحش بسم الحريات أرادوا أن يحجب نور الله عن الخلق والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو اجتمع عليه من في أقطارها سينجيه الله عز وجل وسيجع له نفوذاً وخلاصاً ومنجاً منهم ما ظنك باثنين الله ثالث هما أسكت يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما ما هذا عباد الله؟ هذا هو اليقين هذا هو الشهود لا تحزن إن الله معناه هذه أعلى درجات التوكل والتفويض إلى الله والاستسلام لحكمه وأمره وحسن الظن بالله فإن التوكل ليس فقط حين يكون توفر الأسباب بل حين تنقطع الحباب هذا دعاء المضطر المستجير إلى الله المضطر المتضرع لله الذي يعلم أنه لا ملجى ولا ملجى من الله إلا إليه هذا دعاء من ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وعيقاً أنه لا ملجى ولا ملجى من الله إلا إليه هذا هو التوحيد هذا هو التفريد ولذلك ياك أن تظن في يوم الأيام أن فلان يقول لك حقيقة عايشي فلان يأكلني فلان هو السبب في كذا فلان الوسطف كذا فلان إن لم يرضى عني سأفعل كذا لا تنظر إلى ذلك ولا يلتفت قلبك إلى ذلك لأن رزقك مكتوب وفي السماء رزقك وما توعدون نعم قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حلوا واتركوا ما حرم أجملوا في الطلب يعني أطلبوا طلباً جميلاً أو المعنى الآخر أطلب طلباً مجملاً أطلب الدنيا لكن طلب مجمل عاقل متزن غير متسارع غير عجل غير نهم بغير طمع ولا جشع بغير أنك من كثر من شدة الجشع والطمع تأخذ المال من حل أو من حرم لا لا تبع آخرتك من أجل دنيا رخيصة لا تبع دينك بعرض من الدنيا قلب إذا أيقن القلب بالله عز وجل توكلاً وتفويضاً واستسلاماً لحكم الله تبارك وتعالى فتجدوا في مواطن العسر في مواطن الكرب في مواطن تقدير الرزق أي تضييقه تجدوه ثابتاً صابراً محتسباً لا يأكل إلا من الحلال هو الذي جعلكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لن يخطئك رزق الله لأن رزقك مكتوب وستستوفيك الأجل وكلوا من رزقه وإليه النشور إليه المرجع والمآب فاتقوا الله ولا تتعلق بمظالم وسيئات تفقل موازين السيئات بين يدي الله عز وجل تذكروا المرجع واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تذاقى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاصئاً وهو حسيب ترجمة نانسي قنقر